السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو في أولى حلقات برنامج هو والمجتمع مع عمر الجبال هو والمجتمع يعني إيه هو والمجتمع؟ طبعا دي أول حلقة لنا على قناة الصحة والجمال هو والمجتمع ده هو ممكن يكون حضرتك أو حضرتك هو ده أي فرض موجود في المجتمع بنحاول نحن نسلط الضوء على الإيجابيات الموجودة في المجتمع ونحاول نحن نقدم مادة هدفة حضرتكم تستفيدوا بها طبعا كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري وبداية مع العام الهجري مع بداية طبعا البرنامج في قناة الصحة والجمال كان لابد أن نحن نسلط الضوء على الهجرة النبوية الشريفة عشان كده معايا ومشرفني الأستاذ فضيلة الشيخ ونورني عصام سلطان طبعا هنتكلم عن الهجرة والدروس المستفادة من الهجرة فضلت الشيخ لو احنا هنتكلم عن الهجرة النبوية الشريفة وبداية البداية أو التاريخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين الحمد لله الذي تحمد كلم موسى واصطفى محمدا الحمد لله على الآل والصحب صرمدا الحمد لله الذي لو لا هم اهتدينا ولا صلينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين قائل الغر المحجلين حامل لواء الحمد يوم الدين فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد دائما أبدا وبعد أحبتي في الله وأعزائي المشاهدين والمشاهدات كل عام وأنتم إلى الله أقرب كل عام وأنتم على الطاعة لله جل وعلا أدوى كل عام وحضراتكم بخير عام هجري جديد نتذكر فيه من سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تعلم منها العبرة والعظة نأخذ منها نورا يضيء لنا الظلماء في هذه الحياة التي خلق الإنسان فيها في كبد ولقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة في جهد نأخذ منها عبرة وعظة أولا متى كانت تأريخ أو متى كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أواخر شهر صفر وفي أوائل شهر ربيع الأول من السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته ولكن لم يحدد في زمن النبي ولا في زمن أبا بكر رضي الله عنه تأريخ الهجري ولكن في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأوا هذه الخطابات التي تدور بين الولاة خلافة سيدنا عمر يرسل إليهم أيام في شهر رقب أو في شهر شعبان أو في شهر كذا فكانوا يتسألون في أي شهر رقب الحالي أو رقب الشابق أو الذي قبله فاختلفوا فقام عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحابة وأهل الحل والعقد من كبار الصحابة ليستشيرهم في مثل هذا منهم من قال نجعلها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال نجعل التأريخ لنا ببعثته صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال بوفاته بأبي أنت وأمي رسول الله ولكن اجتمعوا على أن تكون بالهجرة النبي لأنها فيها تفرقة بين اضطهاد في مكة بين ضياع للحقوق بين ظلم السادة للعبيد إلى دار الإيمان ألا وهي المدينة فيها من العدل فيها من الأمن فيها من الرحمة فيها من المساواة بين القوي والضعيف فيها من المساواة بين الحاكم والمحكوم تحت شعار وتحت قوله سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقالوا نجعلها بهجرته ولكن كانت في ربيع فقالوا نجعلها في بداية شهر لأن بداية الأهلة أو معرفة الشهور والأزمان عند العرب عند الأهلة فقالوا نجعلها في بداية شهر فكان شهر الله المحرم وهو الشهر الوحيد الذي ينسب إلى الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهر منذ خلق صلى الله عليه وسلم وعلى السماوات والأرض منها أربعة حروم ثلاثة متوائية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر فجعلوا المحرم هي بداية العام الهجري والتأريخ وكان فيه تختم العام بذو الحجة وهو من الأشهر الحروم ويبدأ العام بشهر الله المحرم وهو أيضا من الأشهر الحروم وكان فيها من التربية القرآنية للناس في الأشهر الحروم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أنها إشارة قرآنية ومنهج تربوي أن بدأ العام بشهر حرام وختم العام بشهر حرام فيجب أن لا يظلم العبد نفسه بين هذه وذاك قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فكان الميقات جعلوها في أول المحرم من كل عام حتى يؤرخوا للعام الهجري الذي كان فتحا ودار إيمان وأمن للمسلمين في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب مراحل بقى الاستعداد للهجرة النبوية الشريفة دي لو إحنا حبينا أن إحنا نتكلم عنها يعني قبل البدء وإجابة على هذا السؤال أود أن أنقل كلاما لفضيلة مبلانا الشيخ الشعرامي رحمه الله رحمة واسعة رحمة الله يا ريه وهو يعلمنا علنا يجب أن نتعلم من الهجرة أو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد قصص تروى ليجب أن نجعلها منهج حياة في سلوكنا في معاملاتنا بين الناس يجب أن يطبق القرآن والسنة عملا بين الناس ليس مجرد آيات تتلى في القرآن كما سوية أم عائشة عن خلق وهد قالت قرآن يمشي على الأرض يجب التفعيل فكان مولانا دايما ندعي أن نجعل سيرة النبي وهده صلى الله عليه وسلم هو منهج حياة فنأخذ القصص أو القصص والعبر نأخذ من عبرة في حياة ليس مجرد كان يا مكان نبي جزمان نعم هو جزمان ولكن جعل لنا منهاجا ودستورا مرة الهجرة بدأت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأت الهجرة ألم تقل في ربيع في أواخر صفر أو ربيع في السنة العاشرة بدأت متى؟ بدأت هذه الهجرة النبوية لما ذنب هو وأم من خديجة إلى ورقة ابن نوف عند بدء نزول الوحي أول ما نزل علي سيدنا جبريف في الغار وهو يتعبد إلى الله فماذا؟ فقال دثروني دثروني زملوني زملوني فخافت أم من خديجة على زوجها فزنبت إلى ورقة ابن نوف وكان عالما بأهل الكتاب قال إن قومك مخرجوك قال أم مخرجيهم؟ نعم إنت تخرب إنهم ليسوا يقتلونك ويحاربون ويخرجوك وما من نبي إلا وأخرجه قومه موسى الكليم خرج من مصر فر معيسى عليه السلام يوسف عليه السلام يعقوب عليه ما من نبي إلا وأخرجه قومه يونس عليه وعلى نبي أفضل كل من نبي خرج فبدأت إرهاصاتها بدأت بماذا؟ قال بدأت هذه الإرهاصات من نبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي في غار حرار فكانت هذه هي البداية استعدادها كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الأمانات بين الناس فأعطاها لعلي رضي الله عنه يا علي أد الأمانات إلى أهلها وأقولها يجب عليك أن تؤد الأمانات إلى الناس قل حق ولا يحملك ولا يجرمنكم شنآن قوم كما يقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذا هو هذا هو كلام الله جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى إياكم أن تظلموا الناس فكان علي يا علي أد الأمانات إلى الناس لم يفعل كما فعل بني إسرائيل أخذوا من حلي الناس وطرقوها قال حمنا من أوزار من زينة القوم فجعلها علي يؤدي الأمانات ويبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاهت وجوه قفار مكة وهم يحاصرون بيت فكانت المرحلة الأولى أرد الأمانة المرحلة الثانية الصحبة يا أبا بكر انتظر لعلها الصحبة لما أزن النبي للصحابة أن يخرجوا قال لعلها الصحبة يا أبا بكر فانتظر فأعد أبا بكر رضي الله عنه وأرضى راحلتان أو راحلتان راحلتان لهو للنبي وأعصاهم إلى عبد الله ابن أريقد أنه أن يجعلها له يثمنها ويربيها لهم حتى يأتي معاد الهجرة فكانت المعداد أو المرحلة الثانية من إعدادها ألا وهي إعداد الراحلة والطريق ثم بعد ذلك جعلها من هو الدال في هذا الطريق فكان لعبد الله بن أريقد وكان كافرا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان عالما خبيرا بعد دقائق الصحراء فكان هو الرفيق معهم في هذه الرحلة التي سيخرجهم من مكة إلى المدينة وكان كافرا وكان كافرا لم يؤمن بالنبي وهذا فيه من بلاغتي أنه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من السماء هذا الرجل لما لم تغريه هذه الجائزة التي أعطتها قريش لمن يأتي برأس رسولي لأحايا أو ميت مئة ناقة لم يغريه هذا لأن الذي أيده والذي ألهمه بذلك هو الله جل وعلا والله يعصمك من الناس ثم بعد ذلك جعل من الاستخبارات إلى عبد الله بن أبي بكر وكان ذلك عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يأتي بالغنم ويرعى عليها حتى يخفي أثر أقدامي عبد الله والأثر التي تذهب إلى الغار وتأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر طيب لماذا لم تكن الهجرة النبوية الشريفة نعم زي الإسراء كلا بالبروك طبعا مسألة الكل يقولها لماذا لم يخرج الله جل وعلا نبيه مصطفى أو يأتيه بالبراقة أو بجبريل ينقله من مكة إلى المدينة كما فعل في رحلة الإسراء هذا أمر وعدم تحمل المشقة اللحصل اللحصل رسول الله ذلك أمر سهل على الله جل وعلا ولا يعقزه شيء ولكن ماذا قال القريش لما أمر النبي أو أزع لهم خبر الإسراء والمعرات ماذا قالوا له قالوا كذاب قالوا مجنون قالوا ساحل قالوا كذا كذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة ولم ولم يصدقوه في خواد ذلك لو خرج النبي قال لنتقل النبي بسحره من مكة إلى المدين هرب محمدا وفر لأن القرآن جاء وأرادوا أن يثبتوا أن يقيدوا ويحبسوا وأرادوا أن يقتلوا النبي وأرادوا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه طموحات مكة فالله جل وعلا أراد أن يخبرهم مدى الضعف الذي فيهم أنكم رغم تكالبكم على رسول الله وجمعوا من أكثر من قرية ومن بلدة رجل قوي شديد حتى يتفرق دم النبي بين القبائل فلا تستطيع بني عبد المطلب أن تأخذ بالثأر لرسول الله ولكن جاءت عناية الله جل وعلا ليبينهم مدى ضعفهم ومدى التأييد من السماء لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيخرج النبي ويأتي كما يذكر ابن هشام في السير وغيره فيأتي ويضع الطرابة على رؤوسهم وهي أعينهم تنظر إلى بيت رسول الله ينتظرونه إلى الخروج حتى يقتلوه ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج فيه ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ما نعينهم فعجزوا عن ذلك وفيها أيضا من بيان معنى التوكل على الله جل وعلا وحسن الثقة في موعود الله جل وعلا لأن الله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس وما ظنك باثنين الله ثالثهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكع الله حق توقله ويأخذ بالأسباب فأراد أن يعجز الناس حتى يبين مدى الحصرة في قلوب المعادين لرسول الله ومدى تأييد السماء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما قد نذكره أن يتيحنا الوقت في معجزاته التي كانت بيانه ممكن نتكلم عن معجزات في هذه الهجرة كانت المعجزات التي بين يدي رسول الله كثيرة صلى الله عليه وسلم نأخذ منها شاهدا إلى صراقة بن معبد الذي خرج وأراد أن يلحق بالنبي ليفوز بالجائزة فماذا فعل صراقة لما خرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل كلما أراد أن يلحق بالنبي يقع الفرس وتغوس قدماه في الأرض فيخرج ويضرب القدح أتابع محمدا أم لا فيخرج عليه فيقوم يريد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع صراقة أن يلحق برسول الله فلما وقد الأمر أنه مؤيد من السماء قال على رسلكم اعطوني الأمان فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فذهب الفرس وخالف رسول الله فقال أرادت قريشا ودعلت في رأسك مئة ناقة أنت وصاحبك قال ماذا قال اخفي عنا لا تغني قال ولكن اكتب لي شيئا فقال قال لي عبد الله بن القرية وقيل لعامر بن أكتب له أو قيل لأبي بكر اكتب له فكتب له وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبسن سوار قسر قسر من قسر بن هرمز نعم ويلبس سراقة سوار قسر في خلافة عمر رضي الله عنه لما فتح الله عليه قسر فينادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنبين مدى نبوءة وتأييد السماء للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى معجسته أنه أخبر سراقة سيلبس سوار قسر وعن النبي ما زال في هجرته وما فتحت قسر إلا في خلافة عمر أي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أو ببضعة سنوات فنادى عمر في الناس أين سراقة أين كتاب رسول الله لك فأعطاه فألبسه حتى طاف في المدينة وأرجاه الله أكبر تكبيرا لأن النبي صدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن تأييد السماء للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعجزات أيضا لما نفذ الطعام والشراب فذهبوا إلى خيمة أم معبي إمرأة كبيرة في السن قوية زات فطنة يسألوها طعاما وشرب قالت والله لا أجد ما أبيعه لكم أو حتى من باب الضيافة من شيم وكرام العرب أن تضيف العابر السبيل قال أوليس من ماء أو شربة لبن قال والله قال وما بال هذه الشاة شات في آخر الخيمة هزيلة قال أتعبها الخروج مع القطيع يعني من مرضها وتعبها قال أو فيها لا قال ليس فيها قالت هي لك افعل ما تريد فيأتي سيد الخلق بأبي أنت وأمي رسول الله فيمسح على ضرعها فيمتلئ الضرع باللبن فيأمر بإناء فيؤتى بإناء كبير فيملاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يا أمم اشرب فشربت حتى اغتوت ثم بعد ذلك سقى الصحابة الكرام وكان هو آخر الشاربين صلى الله عليه وسلم فشرب فكانت من معجزة عجيبة ثم بعد ذلك ملأ الصحن مرة أخرى وأعطاه لأمه بعبد ثم طرقها وانصرف فجاء زوجها وجد من النور اختلاف البيت انت بتخرج من بيتك وبترقع انت عارف حال البيت سعب تخش في راحة لا في حاجة جديدة في البيت فلما دخل إلى خيمته وجد ما لم يراه قبل ذلك نحن نسميذ الوقت طقاء يجابية وطقاء سلبية مع رسول الله هو نور سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهي نفحات ورحمات السماء التي أجراها الله على يد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد فهو رحمة الله صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الرحمة فكانت من معجياته صلى الله عليه وسلم أن جعل ذلك الضرع وله طبعا معجيات كثيرة ولكن ذلك ما ضار في الهجرة النبوية الشريفة في أثناء الرحلة النبوية طب لو عايزين نقدم رسالة بقى للناس من خلال الهجرة هنقول لهم إيه الهجرة دروس وعبر من سيرة سيد البشر كثيرة أولها مدى الثقة في موعود الله إن تواثك في موعود ربنا ولا لا الواحد مننا إذا نزل به بلاء ولو بسيط تراه والله كما يقود القرآن منهم من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مطمئن به وإن أصابه سوء إن قلب على وجه خسر الدنيا والآخرة من من إذا أعطي رضي وإن منع صخط فلا تكون هكذا ثق أن الله جل وعلا كما نقول في الصلاة سمع الله لمن حمده فأكثروا من الحمد لله وثق في موعود ربك جل وعلا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته بليل وتخفى وجلس في غار ثلاثة أيام وعنده قليل من الطعام والشراب ورغم ذلك جاء كفار مكة إلى الغار الذي فيه النبي ما الذي يمنعك يا رسول الله أو من الذي سيحفظك إذن في هذا لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فماذا سيجيب إذن هي عناية الله جل وعلا فيقول النبي لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما جاء بصيغة الغيب ومن صفة المؤمنين الذين امتدحهم الله جل وعلا في القرآن الذين يؤمنون بالغيب وانظر لحال بني إسرائيل لما أدركهم فرعون ومليه قالوا يا موسى إنا لمدرقون ماذا قال موسى بني إسرائيل تريد المادة نريد شيء أن نراها بأعيننا ألنا الله جهرة فماذا قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهديه فالتزم بني إسرائيل بموسى ولكن انظر لقول النبي لأبي بكر جاء بصيغة الغيبية إن الله معنا فاطمأن قلب الصديق وهل كان يصديق ويخاف على نفسه لا والله اطمئن الصديق على رسول الله لأنه كان يمشي خلفه مرة يتذكر الرصد فيمشي أمام النبي ويمشي من خلفه ويمشي عن يمينه ويمشي عن شماله ماذا تفعل قال أخاف عليك يا رسول الله قال أولا بتؤزأ أن قال إن ميت أنا فما أنا إلا رجل أما إن ميت أنت يا رسول الله فأنت أمة فكان خوف سيدنا مبقر في الغار لم يكن على نفسه بل كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثق في معود الله ثانيا من الدروس والعبر أيضا التي فيها وصل الأمر إلى أهله ولا تحقر أبدا من جهد شاب كان صغيرا أو كبيرا كل الذين عاونوا النبي في هجراته كانوا من الشباب عبد الله بن أبي بكر كان شابا صغيرا أسماء بنت أبي بكر كذلك وسيدنا وعامر بن فهيرة كذلك مولى أبي بكر رضي الله وعام كانوا من الشباب الكبير الكهل الشيخ فيهم كان أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الكبار فوسلوا الأمر إلى أهله سيدنا النبي أعطى الأمر لعبد الله بن أريخت رغم قفري ولكن هو عالم في هذا الباب هو متخصص في فن الصحراء فوسد الأمر إلى أهله عامر عبد الله بن أبي بكر كان يقضا حافظا فطنا زكيا فكان يجلس في مكة يسمع من الأخبار التي تقال على رسول الله فإذا جن الليل يذهب لرسول الله يقص عليه الخبر ثم يرجع وكأنه بات بينهم فكان ذلك من توسيد الأمر إلى من هم أكفأوا به وهذه رسالة لا تحقر من الشباب من جهدهم شيئا كل أو جل أصحاب رسول الله كانوا من الشباب صلى الله عليه وسلم قليل منهم يظن أنهم كثير أصحاب رسول الله من الكهول أو من كبار السن بل الكثرة الغالبة كانت من الشباب كلمنا بقى عن تهيئة المدينة المنورة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنظل مع الشباب يعني لست عجوزا يعني فأظل يعني متحيز إلى الشباب أقولوا اسمعوا احفظوا هذا الاسم أول رسول للرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه سيدنا مصعب كان عنده 18 سنة عمره 18 سنة أمه كانت أغنى امرأة في مكة تجمع له الثيابة من الشام ومن هنا ومن هنا كان إذا وضع عطره ترك أثرا في المكان إذا مر أحد خلفه يقول لقد مر مصعب ابن عمير من هذا المكان من إيه شدة الثراء ولكن ماذا بعد أن آمن برسول الله واتبع النبي قال في بيعة العقب الثانية لرسول الله يا رسول الله ارسل معنا من يعلمنا الدين فأرسل وآمن النبي على وحي الرب العلي إلى سيدنا مصعب ابن عمير فيجلس ذلك الداعية الشاب الصغير بل الشاب الكبير العظيم في القدر والمكان يعلم الناس جاءه سيد بني عبد الأشهل سعد بن عبادة وسعد بن معاس وقفوا عليه متشتمين كل منهم جاء بمفرده في وقت غير الآخر ولكن ننظر إلى أدب الداعية وتحمل أهم الدعوة لما وقف عليه متشتما متهكما فيقول مصعب أو تجلس فتسمع ما نقول إن رضيت قبلته وإن وجدت فيه شيء كافيناك ما تقرأ فيقول له الرجل أنصفت نعم فيقول أسمعني فيطلو عليه القرآن فتأثروا بالقرآن فآمنوا بسيد الأنام ولما آمن سيدنا سعد بن معاس وكان عنده 30 سنة وهختم بذلك اهتز له عرش الرحمن عند موت سيدنا سعد آمن بالنبي على يد سيدنا مصعب وهو عنده 30 سنة مته عنده 36 سنة يعني عمره إيمانه كله 6 سنوان بس 6 سنين دولت لما مات سيدنا سعد بن معاس اهتز عرش الرحمن لموته عملي أول ما أسلم وأول ما اتبع فذهب إلى ناديهم وقال أيها الناس ماذا تقولون فيه قالوا سيدنا وابن سيدنا وأخورنا إيمانا وعلم وكذا 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 قال فإن كلام رجالكم ونسائكم وأموالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال فما بقى الدارا من دول بني عبد الأشهل أي في المدينة إلا وبها رجل أو مرأة مؤمنة فتهيأت المدينة على يدي مصعبة بن عمي سعد بن عبادة وسعد بن معاز وسيد بن حضير كل هؤلاء من الشباب حينما تقرأوا في التراجم والصير كل منهم عمره عشرين والثلاثين من عمره حتى تهيأت المدينة فقالوا أو نترك رسول الله هكذا فجاءوا للنبي في بيعة العقبة أرادوا أن يأتوا بالنبي لداره صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فضلت الشيخ صام سلطان طبعا شرفتني ونورتني بني ربي خليك في أول حلالين على الصحة والجمال وإن شاء الله بإذن الله وإذن الله يتجدد اللقاء نسو الله قبوله والتوفيق والسلام وآلف شكر لحضرتك طبعا شكر لهم طبعا هنروح للفاصل عشان هنتكلم بعد الفاصل عن موضوع مهم جدا شاغل كل الناس وهو موضوع البناء نزيل له ترخيص جديد لأ مفيش ترخيص ففي قانون طلع جديد اسمه قانون البناء بيتكلم عن إيه بيتكلم من سنة تقريبا 2012 اللي تبنى بعد كده ليه مخالفات ملوش مخالفات طبعا هنشوف في الرأي القانون للموضوع ده لأن الموضوع ده فعلا شاغل للرأي العام ورجعنا لحضراتكم من جديد هنتكلم عن قانون التصالح في البناء وطبعا عشان نتكلم عن حاجة قانونية لازم نجي بحد قانوني يتكلم في الموضوع عشان كده معنا سيادة المستشار علي هيكر طبعا محامي بالجنايات وهو مهتم بالقضية دي أهلا وسلم بحضراتك شكرا حضراتك أمر بي وأنا بتشرف أن أنا موجود مع حضراتك في البرنامج ده شرف لنا يا فندم وفي بداية طبعا في أول حلقة فحبيت أن أنا برضو أقدم حضرتك لأن الموضوع دور طبعا شاغل الرأي العام كله أكيد طبعا قانون التصالح لو حبينا نوضحه للسادة المشاهدين هنقول إيه هو عبارة عن إيه هو في عجلة سريعة قانون التصالح هو قانون رقم 17 لسنة 2019 تمام والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 القانون ده بيشغل الرأي العام لأن النهاردة من حوالي 50 سنة يعتبر منتصف يعتبر الشعب المصري كله في مخالفات بناء بالنسبة للمخالفات الإنشائية في البناء منذ أكثر من 50 سنة فطبعا القانون ده بيشغل الرأي العام كله كل الشعب المصري متخوف من القانون أنه فيه ناس بتجي للمكتب خايف أنها تروح تقدم طلب تصالح فيه تخوف وفيه هاجس نفسي عند الناس القانون ده أنا في عجلة سريعة مفترض أنه هو بيتم أن المواطن بيروح بيتقدم للجهة الإدارية أو الحي التابع ليه بيقدم طلب بالتصالح الطلب بالتصالح ده النهاردة هو مفروض بيدفع رسم جديد تصالح رسم جديد تصالح ده بيبدأ من 1000 جنيه لغاية 5000 جنيه اسمه رسم جديد تصالح على أساس أنه يبقى فيه جدية في تقديم الطلب طب هو يعرف إزيه أنه مخالف يعني أنا دلوقتي قاعد فيه هعرف منين أنه مخالف أو مش مخالف أولا عشان يعرف أنه مخالف مفترض أنه في الأساس باني بدون ترخيص يعني مفترض وجود رخصة بتؤكد عدم وجود مخالفة عدم وجود رخصة بيؤكد أن فيه مخالفة حتى لو تم تركيب جميع المرافق وجود المرافق أو وجود محضر بدون ترخيص لا يعرف من أن حضرتك تروح وتقدم على التصالح التصالح ده سعادتك بيبقى فيه لجنة بتشكل عن كل محافظة بيبقى فيه لجنة أو أكثر بيشكلها السيد المحافظ اللجنة دي بتتكون من رئيس اللجنة اللي هو بيبقى مهندس استشاري وفيه اتنين بيستعين باتنين مهندسين إحدهم مهندس مدني معتمد من نقابة المهندسين والآخر مهندس معماري وفيه بيبقى فيه مسؤول من وزارة الداخلية اللجنة دي دورها إيه اللجنة دي دورها أنها بتبت في طلبات التصالح وبتشوف هل هي تقبل الطلب أو ترفضه بناء على الاشتراطات وبناء على المستندات المقدمة لها من مقدم الطلب يعني ممكن حد يقدم طلب ويترفض أكيد طبعا ممكن حد يقدم طلب ويترفض فيه حالات معينة مثلا فيه حالات معينة فيه حالات أولا يعني أولا حضرتك مفترض المخالفات اللي هي بتبدأ اللي هي خارج نطاق خارج الكردون أو خارج الحيز العمراني اللي هي لغاية فترة 22 تاريخ 22 سبعة 2019 22 سبعة 2017 تمام حضرتك وفيه بعد كده اللي هو داخل الحيز العمراني لغاية أربعة أربعة 2019 طيب ما لش ساتة مستشارة طيب حضرتك بلوقتي فيه قانون تقريبا طالع أو قرار طالع أنه ستة شهور ممنوع البناء أساسا حتى سواء داخل الكردون بالفعل فيه قانون طالع بمنع البناء نهائيا سواء داخل الكردون أو خارج الكردون سواء فيه ترخيص مباني أو ما فيش ترخيص مباني وقرار عام بوقف المباني نهائيا لمدة ستة شهور تمام طيب أنا دلوقتي لقي نفسي رحت عملت جدية التصالح تمام الإجراءات اللي أنا هقوم بيها بعد كده وخلاص يتقبل الطلب احنا قلنا ممكن بس معلش نذكر الحالات اللي هي ممكن ما يتقبلش الطلب فيها اللي هو طلب التصالح أولا الحالات اللي بيكون فيه ان الورق غير مستوفي ان ما يتمش سداد الغرامة في المواعيد المقررة المواعيد المقررة ان هو مفسرد ان هو بيدفع جدية التصالح او ما رفعش رسم جدية التصالح او فيه ورق غير كامل او النهاردة ان هو مقدم ورق والنهاردة فيه بني على أملاك دولة طبعا ده مرفوض تماما ان يكون بيتعدى على وزارة الأصار او على مياه نهر النيل ده مرفوض تماما وفيه بعض الحالات المستثناء من القرار لا يجوز لها التصالح تماما او يكون بعد تاريخ يكون ورقه بعد تاريخ 22 سبعة 2017 او ان هو يكون اه ورقه غزام قلت لحضرتك المستندات بتاعته غير كاملة تماما النقطة التانية ان هو ما يكونش اه فيه جدية في انه يدفع رسم التصالح طيب انا كساكن دلوقتي مثلا اشتريت شقة تمام من عشر سنين تمام انا بقول طبعا مسلا تمام اديتها للمالك المالك باع البرج ومشي اصبح دلوقتي جاه قال لي البرج ده مخالف ومطالب ان انا ادفع طبعا زي ما حضرتك ذكرت اللي هو المخالفة اللي هي بتبدأ من خمسين جنيه لحد ألفين جنيه لحد ألفين جنيه ده للمتر الواحد ده للمتر الواحد تمام وبتختلف طبعا تحديد المتر اللجنة هي اللي بتحدد اه سعر المتر وده بيختلف من حسب المنطقة هل هي قرية هل هي مدينة مساحة الشارع القاتن بيه العقار ستة متر تمانية متر عشرة متر برضو بتحدد قيمة السعر بالاضافة الى عدد الاضوار بيتم تحديد السعر على عسب عدد الاضوار ودي بتقسمة شريح يعني فيه شريحة مثلا مية خمسة وعشرين جنيه في سعر المتر ده في حالة ان يكون الشريحة اقل من متين وخمسين متر اعلى من متين وخمسين متر رغاية خمسون متر اللي بيدفع متين وخمسين جنيه وهكذا خمسمية جنيه وهكذا الدور الاداري بيختلف عن الدور التجاري بيختلف عن السكني بيختلف عن القرية بيختلف عن المدينة فدي معايير اللي بتحددها اللجنة المختص طيب انا بتكلم البنى من غير ترخيص ده يعتبر جريمة في القانون طبعا طبعا طيب المالك يخضع بيتعمل جنحة بناء بدون ترخيص في الحقيقة المختص بيحرر محضر جنحة بناء بدون ترخيص بيتم إرسالها للقسم المختص القسم بيكون بدوره بيرسالها للنيابات العامة النيابات العامة بتكون بدورها بتأشير بتحديد جلسة أمام القضاء والقضاء بيباشر مهام عمله وبيتم إنها بتحكم بالحبس لو بحضرت المتهم في أول جلسة بيتم الحكم عليه بالحبس والغرامة طيب اللي أنا أقصده بقى المالك طبعا اللي هو اللي أنا بتكلم على الحركة بقوله حركة مثال هو كده بنا وعمل جريمة وباع ومشي أنا أصبح دلوقتي إن لأنا شايل الجريمة اللي هو عملها لأننا اللي بدفع حاليا دلوقتي للدولة فالرأي القانوني إيه في حاجة زيكرة هل يجوز إن حد يعمل جريمة وحد الثاني الموضوع حاليا في الفترة الأخيرة معليك كان خلافي ما بين إن هل هو المالك مالك العقار هو اللي يدفع أو مالك الوحدة السكنية اللي الشقة هو اللي يدفع طبعا تقال إن المالك هو المفروض يدفع ثم تقال إن مالك الشقة اللي يدفع وبفيه قرار مؤخرا إن يحصل تضامن ما بين مالك العقار ومالك الشقة على أساس المقولة اللي بتقول أو الدرجة إن مالك الشقة لما اشترى الشقة أو اشترى الوحدة السكنية في العقار هو كان عارف إن العقار مخالف فاشترى بسعر أقل فمفترض إن هو مشارك في الجريمة مع مالك العقار. مالك العقار اللي باعio العمارة ومشيي. النهاردة بعده عشان نجد فعه. ما لازم برضه إن هادلئ امور في نصابها الحقيقي. النهاردة لن بيجي واحد مثلا من 3 او 4 سنين باعي شاق 100 الف جنيه. اللي هو مالك العمارة السكنية. باعي شاق 100 الف جنيه. النهاردة بعد السنين دي طبعا هاجل الله دفعه مخلف عن كل شاقه هيدفع مبلغ كبير حوالي 3 او 4 مليون جنيه على العمارة. على الوحدة السكنية نفسها تمام هيدفع على الوحدة ممكن يدفع أكتر من 100 ألف جنيه فالنهاردة أنا بدفعه تمن الشقة اللي هو أصلا يعتبر كده كأنه بيع العمارة بدون أي استحقاقات مالية لأنه بيع بمية ويدفع النهاردة بقانون النهاردة يدفع نفس الرقم فطبعا المالك طيب وكرا احنا بنتكلم ان فيه كده ضرر للطرفين فيه ضرر للطرفين أكيد طيب انا هقول لحضرتك برضو ودي حاجة بيوري وإن كان وإن كان ما عليك مالك الوحدة السكنية لو النهاردة قندن وضعه أصبح مع رخصة رخصة بناء هينتهي المحاضر هذه الرخصة النهاردة هتعود عليه بالنفع ان يقدر يبيع الوحدة السكنية دي بمبلغ أعلى تبقى لأنه بيبيع شقة مرخصة النهاردة كل الناس النهاردة اللي بيحاول يتعاقد على شراء وحدة سكنية بيطلب رقم واحد من المالك ان يكون في رخصة طيب قانون التصالح بيبقى بمثابة رخصة فهو النهاردة اشترى شقة غير مرخصة بمجرد ان هو دفع رسوم التصالح اصبحت الشقة تحولت من غير مرخصة لمرخصة فبالتالي لما بيجي يبيعها كمرخصة طبعا السعر بيزيد اضعاف مضعفة فبيعوض له القيمة التي دفعها نظير هذا التصالح طيب احنا لو اتكلمنا ان في مواطن الدخل اللي داخله على قد مصاريفه ممكن يكون اقل كمان وحالان ولي ايه الوحدة بتاعته مخالفة تمام في الحالة دي هو مش قادر يدفع تمام وده حالة ناس كتير بتعاني منها ان انا مثلا دلوقتي كل مماشي اموره على قد ايه على قد دخله فجأة انا عندي شقة مية متر جالها مثلا خمسين الف او ستين الف انا مش هقدر ادفع ولكن انا عايز ان انا برضو ابقى مفيش حال هعمل ايه حاجة زيك انا عايز اقول طبعا قبل ما اردها لحضركة في السؤال دوت انا عايز اقول في شقين لو نظرنا من المصلحة من جهة الدولة او ننظر من مصلحة من جهة المواطن هنلاقي ان فيه مصالح متعارضة رغم ان ايه مصلحة الوطن هو مصلحة المواطن ومصلحة المواطن هو مصلحة الوطن الاتنين مصلحة واحدة لا تتجزق من مصلحة المواطن النهاردة الرئيس السيسي النهاردة والحكومة اللي موجودة حاليا عايزة تقضي على الفساد وتقضي على البيروكراطية فساد اللي احنا عادناه لعود كثيرة جدا كان النهاردة اللي بيجي بيحاول انه هو يقدم على ترخيص بمجرد انه بيلاقي موظف في الجهة المسئولة او في الحي فاسد بيحصل منه على مبالغ مالية طائلة في مقابل منحه رخصة او دور في برج او الى خلاف وقلنا بيدفع في هذا الفساد ومنشارك في هذا الفساد وحابين هذا الفساد للأسف فهذا الفساد النهاردة استمر للعقود طويلة فالدولة النهاردة من منظور الدولة هي عايزة النهاردة تقضي على هذا الفساد وفي نفس الوقت في ناس بنت ابراج على املاك الدولة املاك الدولة منهوبة املاك بمليارات وده من حق الدولة انها تحافظ على الصروة العقارية الخاصة بيها فلو نظرنا من منظور الدولة هنلاقي الدولة بتحافظ على الصروة العقارية من ناحية وفي نفس الوقت الدولة النهاردة بتحاول تقنن الوضع بشكل سليم وتقضي على الفساد بيبقى النهاردة ان انا بروح بقدم طلب تصالح في النور غير ان انا كنت بروح لموظف في الظلام وأحاول آتفع رشوة. أو أحاول أشارك فهزا الفساد، فالدولة النهاردة بتشجع أننا النهاردة اقضى عالفساد فنهاردة طول عمرنا بالنادي نقضي عالفساد فججلنا رئيس الجمهورية بيحاول وحكومة بتحاول تقضي على هاز الفساد، فلازم أن احنا نبيد يدي العون. دا من ناحية زوية الوطنażر هذا الموضوع من ناظر بقى وارضو من الناحية الأخرى لا نقفل للناحية الأخرى وينحية المواطن المعدم الذي لا دخل له نهاردة لا نقتل له جمال فوج بهذا القانون كالصدمة القانون ده صادم لم يكن له تمهيد يعني المواطن لم يمهد لو كان المفترض ان يتم التمهيد للمواطن بهذا القانون ما يبقاش يعني يجي على مراحل بالزبط كده ما يجيش للقانون فجأة المواطن نهاردة غير مستعد خاصة وان المواطن المصر نهاردة بيعيش ازمة اقتصادية صعبة جدا في ظل الوباء العالمي او الجائحة العالمية التي مررنا بها جائحة كورونا وربنا يرفع عننا الوباء والبلاء يا رب العالمين هذه الجائحة القت بزلالها على المواطن المصري من الناحية الاقتصادية وطبعا نهاردة لم يجي المواطن خارج من الناحية الاقتصادية صعبة وتيجي اطلب منه تصالح واطلب منه ارقام هذه الارقام تمثل له صدبة وتمثل عبق وتمثل ضغط خاصة ان المواطن المصري معروف يعني نهاردة احنا بنمثل في مصر طبقتين طبقة عليا وطبقة معدومة. هل ممكن يتقصت مسلا المبلغ ده? اولا هي الدولة برضو على يعني حاولت على قدر المستطاع اولا ان ارضه لما يبقى فيه ميت متر يعني برضو هنتكلم في جزئية على سبيل المثال وليس الحصر. لو في عند قطعة ارض ميت متر مكونة من طبق واحد في قرية في شارع اه ستة متر او شارع تمانية متر. فالمبلغ لحد مية خمسة وعشرين جنيه على المتر. ده يعادل في الميت متر لو حسبناها على دور واحد. لان لو حسبناها على عدة ادوار طبعا المسطح بتعمل رقم بيخش في شريحة تانية. فهو النهاردة اللي بقى ميت متر هيبقى في الشريحة بتاعة اللي هي المية خمسة وعشرين جنيه على المتر. مية خمسة وعشرين لو ضربناها بحسبة بسيطة في المية متر هيدينا اتناشر الف ونص. اتناشر الف ونص ممكن يدفع الف من الف الخمسة زي ما قلنا ده رسم جديد تعاقد. فبيدفع جزء ده وبعد كده جديد تصالح. وبعد كده حضرتك المبلغ المتبقي ممكن دفعه على 3 سنوات كل سنة بيدفع خمسة يعني بيدفع مقدمة في لال ست شهور خمسة وعشرين في المية من الان 12 الف ونص. يعني هو ممكن يتقصت المبلغ على ثلاث سنوات. بيدفع دفع خمسة وعشرين في المية آآ مقدمة بعد بعد وبعد موفقة. يعني لوكلمنا على الان 12 الف اقولها ندفع ثلاث تلاف جنيه. زي. ده بيدم حضرتك اولا بعد موفقة اللجنة. يعني اللاجنة ناردة وفيه على التصالح فبيدفع الربع ثم الثلاث تربع لها الـ 75% بيدفعوا على ثلاث سنين كل سنة 25% والإجراءات دي حضراتكم بتقوموا بيها في المكتب عند حضرتك أكيد طبعا أنا حضرتك فاتح مكتبي وممكن أعلنت أن أنا بميدي إيد المواطن أنا شفت حضرتك عامل مبادرة فعلا أنا عامل مبادرة من خلال مكتبي بمدي إيد المواطن طبعا أنا طبعا عايزين نوضح المبادرة دي للسيد المشاهدين المبادرة أنا باعلم من خلال مكتبي أن النهاردة المواطن طبعا بيكفي العباء المالية الصعبة المكتب عليك المحامي يعني هو أنه شارع مؤسسة زكابر كتلحج في حي المرج رقم تليفوني 0-3-61-61-61 هو كنترع الشاشة لو أي حد عايز يتواصل معي أنا تحت أمره بمبلغ رمزي جدا وممكن يكون من غير مقابل في مقابل أن أنا بساعد المواطن المصري في يا الناس دلوقت متخبطة مش عارفة تعمل أنا بمدي إيد للعون أن أنا أمشي في كافة الإجراءات مجرد بس المواطن هيعمل توكيل هيجيب لي صود بطاقته وسند ملكيته تمام وبناء على كده أنا هكمل كافة الإجراءات اللي أنا عايز أقول لحضرك هي المشكلة الشائكة اللي بسببها برضو بيتم رفض طلب التصالح هو إثبات إثبات موعد المخالفة أو السنة اللي تم في المخالفة النهاردة معظم من الناس النهاردة معظم بيوت ما فيش فيها مرافق فعشان تثبت المخالفة لازم تجيب إصال كهرباء أو إصال مية أو إصال نورت بيثبت التوقيت اللي تمت في المخالفة أو لو تم تحرير محضر إنه طبعا فيه مخالفات ما تمش لا تحرير محاضر لو تم تحرير محضر بصورة رسمية من المحضر بيأكد بالفعل تاريخ المخالفة لإنه المفترض تبقى قبل 227 2017 دي اللي بيتم كبوله التصالح فيها اللي خارج الحيز العمراني اللي هي داخل الحيز العمراني ممتد لها القانون لغاية أربعة تاريخ أربعة أربعة القانون ده هتعمل ايه يعني للأسف الناس دلوقتي طبعا إحنا عارفين إنه الظروف صعبة اللي يمدي وفيه قرارات اقتصادية برضو بتتاخك كده طبعا زي زيادة القهربة زي تقليل طبعا حجم فيه ضغوط فيه ضغوط فيه أعباء مليئة صعبة على المواطن المواطن يعني شبه إنه هو إيه هو شايف قدامه شايف فيه كباري بتتبنيه شايف فيه بنية تحتهية شايف فيه العاصمة الإدارية ولكن هو بيقول أنا عايز بقى أشوف نفسنا يعني أنا شفت كبري ممتاز فأنا أنا حاس إن فيه ضغوط كبيرة جدا على المواطن المواطن اللي هو تحت فإحنا عايزين نقدمه رسالة لو هو حتى وجهه المشكلة دي يعمل ايه يعني إحنا طبعا مدرب طاعة حضرتك كويسة جدا ولكن إحنا هنتكلم طبعا إن فيه محافظات تانية يعمل ايه المواطن هو عمتا أولا هو يبدأ رقم واحد بتقديم طلب التصالح تمام عليك تقديم الطلب مجرد تقديم الطلب ودفع مبلغ رمزي جدا زي قلنا من الف الخمس تلاف ده مبلغ رمزي جدا مبلغ زهيد جدا هل المواطن ممكن يمفع أنه يقدم بنفسه يقدم بنفسه أو من خلال توكيل ولكن من المفضل إن هو من خلال محامي مش عشان أنا محامي ولكن تقديم الطلب ممكن المواطن يقدر يقدم الطلب بس بعد كده الإجراءات نفسها والمستندات لإن فيه لازم يجيب من مهندس استشاري لازم مهندس استشاري يعمل تصميم يعني فيه مستندات أقصد معقدة مش هيقدر يقوم بها غير متقصص تمام ومحامي فهو ممكن المواطن يقدم الطلب ولكن لن يستطيع المواطن استكمال باقي الإجراءات بشكل صحيح فهو أكيد لازم يحتاج لمحامي أنا نصيحتي للمواطن زي ما حضرتك طرحت السؤال إن هو يقدم الطلب وهيدفع مبلغ رمزي هيحصل على شهادة شهادة بتقول إن هو يقدم الطلب تمام موضوع الدفع بقى الدفعات وهو الأخيره لسه على المدى البعيد فبنتكلم في الزوقت الراهن ما هو إلا إن هو يقدم الطلب وهو يحصل على الشهادة هذه الشهادة لو إنه عنده محضر هيتم إيقاف هذا المحضر وقف تعليقي لحين الفصل في طلب اللي ينهاردة اللجنة بتقعد حوالي ثلاث شهور اللجنة ما هو بتقعد ثلاث شهور تفصل في جديد التصالح أو بالكبول سواء بالكبول أو بالرفض فالفترة دي كلها أكيد إن المواطن في الفترة دي هيقدر مع طبعا إن شاء الله رب العالمين نتمنى من الله إن الأحسان الأحوال المادية تتحسن لمواطنه لكن تقديم الطلب للتصالح بيحصل بي على شهادة لو عنده مخالفة بيشيلها النهاردة لو هو عايز يرخص زي ما أنا قلت أيام زي ما أنا أياه من الفساد لو كان هيدفع مبلغ نهاردة 12,500 متر مبنى عشان يدفع 12,500 زي ما لو كان الطلب منه 150,000 وكلام دي في أرقام كنا بيتدفع عشان قطر يحقل الحصول على رخصة بطريق غير شرعي النهاردة ندفع 12,000 ونص بيت تقسيط المريح لمدة 3 سنوات هحصل على رخصة هيتم إزالة المباني لو متهم ودي نقطة مهمة كده أحب نوع عليها لو متهم في بقى جنحة بناء بدون ترخيص تم صدور ضده حكم النهائبات والحكم ده مطلوب التنفيذ يعني سواء قرر بالمعارضة فتم تأييد العقوب عليه قرر بالاستئناف وتم تأييد العقوب عليه قرر بالمعارضة الاستئنافية وتم تأييد العقوب عليه وأصبح الحكم النهائي بقى توجب النفاذ وسيتم تنفيذ هذه العقوبة على المتهم في هذه الحالة بمجرد حصول المتهم على شهادة إنه هو تقدم طلب بالجديد التصالح سيتم وقف هذه الدعوة وقف تعليقي لحين الفصل في طلب التصالح بالقبول أو بالربط بالإضافة إنه هو سيتم وقف تنفيذ العقوبة تماما تماما لحين الفصل في طلب التصالح طبعا دي معلومات قانونية بغاية الأهمية نتكلم بقى عن حضرتك بقى تحدي قلتين انت من المرج ده أنا بشرف ان انا من دائرة المرج ومن خاصة دي عمتا دائرة المرج عمتا ومن بلدي قرية بركة الحج بلد العظماء بلد الجهود الزيتية بلد دي تبنت بجهود الزيتية تعمل فال مدارس تعمل فال مستشفيات احنا ما خدناش حاجة من طبعا احنا بنوكن نقول احترامه والتقدير للدولة المصرية ولكن بركة الحج من القرى النادرة ان هي النهاردة بنت نفسها بنفسها بنت نفسها بالجهود الزيتية بلد عظيم بلد بتشرف به ان انا موجود في بركة الحج خاصة ومن حي المرج عمتا بشرف ان انا موجود من بركة الحج ومن حي المرج هل حضرتك منشغل مثلا بالسياسة او حاجة زي كده او الحياة السياسية انا طبعا بكتب مقالات سياسية ومنشغل بالعمل السياسي ويمكن انا كنت امين شباب في الحزب الوطني قبل 2010 يعني فلول انا بقى بعل ان انا فلول مفيش فيها مشكلة خالص ولكن انا عايز اقول ان الحزب الوطني كان يختلف عن الوضع السياسي الراهن مش هنخوط في القصة دي ولكن الحزب الوطني كان بيقدم خدمات فعلية بيقدم خدمات فعلية للمواطن وكان موجود على الارض وكان بيختار شخصيات لها ارضية ولها شعبية مش قصة يعني ما بيعتمدش على المال السياسي فقط ولكن بيعتمد على الارضية والشعبية فانا بنشغل بالعمل السياسي يعني نقدر نقول لحضرتك في شعبية موجودة في دائرة المال يعني اتمنى اتمنى ذلك انا بحب كل ناس في حي المرج وفي بلدي واتمنى ان انا اكون ليا شعبية ده شيء يشرفني وشيء طب ليه ما رشحتش ما اترشحتش لمجلس الشيوخ اولا الاعتبارات كبيرة جدا بالنسبة لمجلس الشيوخ كان في تأسيمة الدواير نظام القوام المغلقة على مساحة كبيرة جدا هل حست ان الموضوع صعب؟ الموضوع كان صعب بالنسبة للشباب صعب يعني بالنسبة للشباب صعب ولكن انا شايف من خلال مبادرة السيد رئيس الجمهورية بمنح الشباب فرصة في انتخابات البرلمانية وانتخابات عمتا البرلمانية عمتا فانا شايف ان بالنسبة للانتخابات البرلمانية اللي هيتم فتح باب الترشيح فيها يوم 20 سبتمبر 2020 هيبقى في فرصة للشباب خاصة ان للأسف والأكر للأسف المجلس المجلس النواب دورة 2015-2020 لم يحقق طموحات الشعب المصري لذلك معظم المواطنين خاصة في حياة المرجع عندنا وفي مصر عمتا بيرغبونا في تغيير يعني انا بيلامس في الشارع الناس كلها بترغب في التغيير خاصة ان هذا المجلس لم يحقق طموحات الشعب المصري من الجانب الرقابي ومن الجانب التشريعي ومن الجانب الخدمي يعني من كلام حضرتك كده شايف ان انت فيه ممكن اولوية ان انت تشوف في مجلس النواب والله انا لو اتيحت الفرصة لو اتيحت الفرصة وليقيت ان فيه فرصة مما هدى لخوض التجربة حتى يعني خوض التجربة خاصة ان انا شايف ان رئيس الجمهورية بشجع الشباب فانا لو لقيت فيه فرصة ولقيت فيه دعم من الاهل ولقيت فيه شعبية حقيقية ولقيت فيه حب وتقدير من الناس والناس فكرت في ان انا اترشح انا ان شاء الله رب العالمين اكون خادم لكل كبير وصغير في دائرة المرج شرفتني طبعا شكرا معليك تمتعت مع حضرتك بحلقة جميلة وبرنامج رائع نجدد ان شاء الله بإذن الله اللقاء الف شكرا مع ربك الف شكرا حضرتك طبعا اشكر حضرتكم على حسن الاستماع على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقة اخرى في برنامج هو المجتمع مع عمر جبيلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته